بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا حبايبي عاملين ايه معكم وجه مطبخ مباسل النهاردة رحت مبادرة اهلا الرمضان عايز اشوف الاسعار جوه زي اللي بره بالزبط ولا ايه فجبتلكم بقى ايه يعني ملخص المبادرة كده من جوه اه المهشد اللي فده او الجزء اللي فده كت مكرونة الاصيل بستة جنيه تقريبا انه ربع وخمسة وسبعين حاجة زي كده اه يعني هي بينها وبين بره يعني حاجات بسيطة اه جنيه ونص اه اتنين جنيه اه وادي نوع مكرونات تانية اللي هي المصرية روجينا روجينا قال لي باربعتاشر المصرية دي بعشرة اه انا شايفة ان الاسعار يعني مش رخيصة زي بره يعني اه نفس الاسعار بره الفرق بس حوالي جنيه او اتنين جنيه مش اكتر ودي ستار بس الفرق بين هنا وبين بره ان هنا الحاجات كلها موجودة الزت برضو نفس سعر بره لو هو موجود بره الرز برضو فيه خمستاشر تمنتاشر والسكر كذلك ودي شركة جوهينة عاملة عرض تلاتاشر ونص بس المنجا بربعتاشر ونص فيه هناك بقى يعني خضار فيه الحوم فيه اسماك هو المعرض طبعا زحمة جدا تمام ادي الخضار اهو والفاكهة باثناشر زي برة وبردو الخير بستة ونص الطماطم بخمسة لفتت نظرة نهاية حلوة وشكلها جميل كده بس للأسف يعني ما ينفعش يتنقي هو اللي بيعبهالك هنا السمك بس بصراحة انا السمك ما عجبنيش برة احسن يعني مش مش يعني احسن حاجة برة احسن هو بتسعة وتلاتين برضو انا كنت مرة جايبها من برة باربعين فرق جنيه ده الزتون طعمه حلو قوي انا دقته بس للأسف ما فيش ناس كتير عليها الناس يعني متركزة على السكر والرز والزيت بس وده بلح بالكيلو كده 35 اللوات بلح اللوات طري في نوع برضو بلح حلو قوي قوي هورولكو دلوقتي ومصوري لكم اسماء الشركات عشان لما تروحوا تبعرفين انت هتروح فين بالزبط برضو لفت نظر المناديل برة بقى كان سعرها غالج جدا لقيت عرض مناديل هنا حلو قوي قوي هتشوفو برضو في اخر الفيديو عموما ان في اخر الفيديو مراركو الحاجة اللي انا جايبها بالاسعار انا مش جايبها حاجات كتيرة ده البلح اللي بقول لكم عليه من ودي الجديد العلبة دي تلاتة كيلو بمية جنيه بالصف اتنين كيلو ومية وخمسين جرام فانا قلتل ما في الشعل بصغيرة نجربها قال لي في العلبة دي بخمسة وتلاتين جنيه تمنمية جرام آآ جربتها ودقتها طعمها زي الفعلا الوادي الجديد لان انا دقت البلح تروادي الجديد جاني من باشرة من هناك جميل جدا واتشوفو برضو في اخر الفيديو وانا بدق البلح وفي بقى اللي سناكس توابل الحاجات من النوبة ده بيت النوبة يعني في حاجات كتيرة آآ وده عسل بس انا يعني بنصحكو لو انتو هتجيبوه مبارا يعني هاتوه مبارا الاسعار هي هي مفيش على فرق اتنين جنيه او اتنين جنيه انا عراقي يعني بلاش روحو في الزحمة في بقليات هناك آآ برضو سعرها كويس اللي هو بتاع حبة وحبة آآ نازل آآ عرض على الفول وعلى العادسو وعلى جميع البقليات دي جولة سريعة يعني ده عندنا المبادرة دي فتحة آآ في فيصل شرع فيصل وده طبقا تبيدي الاحمر بتمانية وتمانين جنيه الابيض بخمسة وتمانين برضو يعتبر زي بره بس الفرق زي ما بقولك بين هنا وبين بره ان الحاجات هنا متوفرة كتير دي بقى شركة كريستال عاملة عرضة على السمنة او زي ما انتو شايفين وعندها بقى جميع انواع الزيوت يعني اهو زي ما انتو شايفين نعمل عرض اهي فيه آآ في زيت هدية انا عن نفسي لقيت زيت هدية اللي هو انتو شايفينه ده آآ سبعمائة جرام بربعة وتلاتين جنيه الليتر منه بسبعة واربعين ودي حبة وحبة اللي بقولكو عليه اهو منزل البوكليات فا وده الرز بطمانتاشر اهو منزل بعشرين بعض الخاصن للي عايزي روح ده واحد اصلا بيبيع ما نشجعه بيه وادي الاسعارة ايزا ما انتو شايفينها وبشاير برضو هناك برضو يعني عامل عرض اي يعني بجني بدل عشرة جنيه كيس اللبن بدل حداشر جنيه بعشرة جنيه اهو فرق بسيط يعني لو في مسلا هايبر انت متعودك جيبي منه باسعار قلي يبقى حسن لك تروحي الجيبي من هناك يعني بدل ما تروحي في الزحمة والكلام ده كله انا روحت بس عملتلكو ريفيو على اساس ان انتو تشوفوا الاسعار ولكو حرية الاختيار عايزين تروح تزوروا المعرض تشوفوه زي ما انتو عايزين الحاجات اللي انا جبتها هتلاقوها في اخر الفيديو زي ما بقول لكم بالاسعار هي الحاجات دي اللي لفتت نظر يعني انا قلت بدل ما اروحي المعرض يعني وما اجيبش حاجة امشي كده بايدي فاضية لا قلت ايه اجيب حاجات بسيطة انا خلاص خلاصت الجولة وخرجه هوري كو باقي الحاجات اللي انا جبتها اه دي ازازة الازات هدية زي ما بقول لكم بتاعم ب34 جنيه 700 جروم جنه الي امام حلوة يعني النقاط بتاع زيت حلو ينفع قلي وطبخ مكتوب عليها كده انا الليتر ب سبعة واربعين. دي سبعة ميجروم يعني حلوان. واضح ان انا فرحانة بالزز قوية. وده عصر جوها هنا ليت ترتاشر ونص. مش عارفة بصراحة يعني سعره برا كان. يعني هما برضو يكونوا مقلنين جنيه او جنيه ونص مش عارفة بصراحة مسألش على سعره الاصلاني برا كامل. ودي التماطن كان عجبني شكلها قوي زي التفاح. بصوا. شكلها جميل يعني. برضو عجبني شكل التماطن. انا بشرح لك يعني اللي هو اللي بيبيع قال اللي لأ ما فيش يعني حدي احنا اللي بنعبي. وقادي البلح اهو. حلو عجبني البلح جميل ما شاء الله. اللي عايز يروح يجيب فعلا. هتوي يعني بامانة يعني بثقة يعني حلو قوي. عن ثقة يعني عن تجربة. غسلته وما فيوش جوه السوس اللي احنا بنلاقي في البلح اللي بالنار من نص العلبة. آآ وطعمه جميل جدا. بصوا شكله عامل ازاي. دي بخمسة وتلاتين جنيه. بصوا شكله عامل ازاي. جميل بصراحة يا جماعة. تمام. اخر حاجة بقى ان انا جبتها المناديل. هوريكو الباكت بس كده بكام اللي انا جبته. عشان بصراحة المناديل اسعارها برا. آآ يعني غالية جدا. فلاقيتها يعني ان دي مناسبة. بصوا اهي. دي كلها كده بسبعتشار جنيه. يعني فيها حوالي خمسمائة منديل او ستة مية. في الحدود دي ما مش كاتبين عليها. والجودة بتاعتها تقيلة حلوة تستحمل البارد يعني. وكانوا عاملين برضو كيس كده في مناديل جيب حوالي تسعة تسعة باكت بتمانية جنيه. فدي كانت الحاجات اللي انا جبتها من هناك. مرضوش اجيب حاجات كتيرة. ايوها هي دي. فدي كانت الجولة بتاعت النهاردة. يارب يكون استفدتم منها. ويكون الفيديو كان خفيفة عليكو. انا كنت خفيفة عليكو. لو عجبك الفيديو لايك وشير وسبسكراب لقناة المباسل. وشوفكم بقى في فيديو تاني من قناة المباسل. وشوفكم على الف خالي ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.